دابرييل دانونزيو 1863-1938 ميلادي الحلقة 259 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثقر مصدر ومرجع المعلومات دابرييل دانونزيو 1863-1938 ميلادي سياسي وعستري فاشي إيطالي ولد في بيستارا بإيطاليا أطام في فرنسا فترة من الزمن وحين اندلعت الحرب العالمية الأولى عاد إلى إيطاليا التي كانت مزالة محايدة وتانت خطبه عاملا في دخول إيطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء داخل الخدمة العسترية ملازم في وحدة الرماحين نوفارا ولا تنحبه للطيران جعله ينتقل للعمل فيه وشارت في عدد من المهمات الخطرة فور بوالا وتريستا وفي التاسعة بغسطس 1918 ميلادي راد سربا من طاذفات القنابل فور فيينا وقد حاز على عدة أوسمة بريطانية وفرنسية ترديها للخطة التي ارترحها في استخدام سلاح الطيران لدعم المشات وأصبح دانونزيو بعد الحرب من غولات الوطنيين المتعصبين وقد عارض في أيلور سبتمبر 1919 ميلادي فترة التخلي عن فيوما ريتا ليغسطلافيا تمت نص معهد ترابالو فالزحف إليها مع عدد من مناصره واحتلها حتى تانوا الأول ديسمبر 1920 ميلادي وجرت معارض دامية بين أنصاره وقوات الجنرال أنريتو تافيليا الذي أرسلته الحتومة الإيطالية لتنفيذ المعاهدة وتانت نتيجة هذه المعاهدة انتصار تافيليا وتخلي الدانونزيو عن المدينة ومن نشاطاته الأخرى قبل الحرب دعمه ومناصراته للفاشيين أصار بانيتو موسوليني الذين تبنوا فتاة لبس القمصان السوداء التي تنعنصره يرتدونها في فيوما اللهم صلي على محمد وعلى محمد مصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من تحميد مجيد